ينضم إلينا من الخليل يوسف الجعبري نائب رئيس بلدية الخليل أستاذ يوسف ما هي طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيون بالتزامن عادة مع الأعياد اليهودي يعني في البداية مساء الخير مساء الخير إلى كل كل المشاهدين بالفعل عندما يكون هناك أعياد يكون هناك الفرح والسرور ولكن في مدينة الخليل عندما يكون هناك أعياد يهودية يسود الحزن وتزداد الإجراءات والممارسات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني اليوم عندما تم الإعلان أن هناك أعياد يهودية هناك للأسف عشرات الحافلات التي تنقل المستوطنين إلى قلب مدينة الخليل وإلى الحرم الإبراهيمي الشريف هذا المسجد الخاص بالمسلمين والذي منع المسلمين اليوم من الصلاة فيه فبالتالي هذه الإجراءات وممارسات أصبحت بحجة العيد الفصح اليهودي يتم إغلاق هذه الشوارع وإغلاق هذه الحواجز بحجة تأمين صلاة اليهود والعيد الفصح يعني هذه الإجراءات إحنا في مدينة الخليل أصبحنا متعودين عليها ولكن للأسف عم بتزيد بعد كل عام عن عام القبله بحجة وجود الأعياد اليهودية من خلال هذه الممارسات طبعا هناك عشرات الحواجز التي توضع داخل البلد القديمة من الخليل طبعا إغلاق معظم الشوارع الموجودة في داخل البلد القديمة بالإضافة إلى منع المصلين من دخول الحرم الإبراهيم الشريف طبيعة الحال سيد يوسف إن إغلاق الطرق يعني إغلاق الفرص كذلك أمام العمل أمام الشغل فرص العمل وكذلك حتى نقل البضائع لو هناك يعني تصدير منتج أو استراد منتج وهنا أتسأل معك هل هناك دراسة إحصائية تؤشر إلى حجم الضرر الاقتصادي الذي يتكبده الفلسطينيون عادة في أعياد اليهود صحيح يعني هذه من جهة أخرى عندما يكون هناك أعياد يهودية يتم إغلاق جميع المعابر الحدودية التي تصل الضفة الغربية في مناطق الفلسطينية الداخل أو مناطق التمانية وأربعين ويقف الاستراد والتصدير ألاف أو مئات الألاف من العمال الفلسطينيين لا يتوجهوا إلى أماكن عملهم فبالتالي هناك أثار اقتصادية سيئة بضل أيضا الوضع الاقتصادي السيء لأن هناك حصار مالي على السلطة الوطنية الفلسطينية عدم تحويل المستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية فموظفي الحكومة لا يتقاضوا أصلا رواتبهم بشكل كامل بسبب هذه الإجراءات الإسرائيلية واليوم تزداد الإجراءات أيضا العمال المتوجهين للعمل في الداخل الفلسطيني أيضا يتم إيقافهم عن العمل لمدة تزيد عن أسبوع بحجة هذه الأعيان فبالتالي يزداد الأعباء الاقتصادية على المواطن الفلسطيني تزداد الإجراءات الاحتلالية وهذا يؤثر على الحياة هنا في فلسطين فبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل كامل المسؤولية في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك وقف جاد ضد كل هذه الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي يتمعن في هذه الممارسات سواء كانت في قلب الخليل أو سواء كانت على المعابر الحدودية السياسة واضحة تهدف إلى تهويد الخليل وقلب الخليل أيضا تهدف إلى تدهور الوضع الاقتصادي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية فمطلوب وقف جادة ضد كل هذه الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية هل لك أن تطلعنا في النهاية أستاذ يوسف عن طبيعة الوضع حاليا سيما حول الحرم الإبراهيمي الشريف؟ للأسف حول الحرم الإبراهيمي الشريف إغلاق كامل عدم وصول المصلين الفلسطينيين إلى هذا المسجد هناك عشرات مئات أو آلاف المستوطنين في بحات الحرم الإبراهيمي الشريف يتجولون في ساحاته يتجولون في الشوارع المحيطة فيه هناك احتفالات صاخبة ستكون في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف هناك استهتار بمشاعر كل المسلمين في كل أنحاء العالم هذا مسجد إسلامي فبالتالي يجب الحفاظ على إسلاميته ولكن للأسف هذا الاحتلال وقطعان المستوطنين لا يعتبروا ولا يعطوا هذا الموضوع أي اهتمام أو اعتبار الآن لا يستطيع أحد الاختراب من هذه المنطقة بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة المستوطنين يقومون باستفزاز المواطنين الفلسطينيين هناك أيضا هناك تم رصد بعض الاعتداءات على بعض المنازل في تلك المناطق والاعتداء على بعض الطلاب أيضا يتم الاعتداء يوم أمس واليوم على طلاب المدارس في المناطق الحدودية أو المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف والقريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف طبعا هذه كلها سياسات إسرائيلية وسياسات تهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف من خلال أيضا من خلال هذه السياسة واستغلال العيادة اليهودية من أجل الضغط على المواطن الفلسطيني للخروج من تلك المناطق والهجرة من قلب البلد القديمة وعدم الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف يوسف الجعبري نائب رئيس بلدية الخليل كنت معنا من الخليل فشكرا لك